بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وامتن علينا ببعثة السيد الأنام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس فبعث فينا خير رسله وأنزل علينا أفضل كتبه قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الخامس في بيان التوحيد في الحج من هذه الدورة المباركة التي تقام في المسجد الحرام بعنوان أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة لعام اثنتين وأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى صلوات الله عليه وسلامه والتي تنظمها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أيها الإخوة في الله إن الله عز وجل ابتعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهو دعوة إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم السلام حينما رفعا قواعد البيت وقالا ربنا وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهو بشارة نبي الله عيسى عليه السلام كما قال الله تعالى في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى كما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والقرآن يصدق ذلك فهو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام فهو إمام المرسلين وخاتم النبيين وخير من صلى وحج وطاف بالبيت الحرام وخير من عد المناسك ووقف على صعيد عرفات رزقنا الله عز وجل اتباعه وأحيانا على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته وجعلنا من أسعد الناس بشفاعته وسقانا شربة من حوضه يوم ترد عليه أمته في عرصات القيامة حين تدن الشمس من الخلائق ويشتد العطش ويبلغ العرق في الناس مبلغه أيها الإخوة في الله حجاج بيت الله الحرام لقد من الله عليكم ببلوغ هذه البقاع المقدسة والأرض الطاهرة والمشاعر المعظمة فأحمد الله تعالى على نعمه وآلائه والهجوب الدعاء بأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا فهي والله من أعظم النعم حين تخرج من الحج وقد غفرت ذنوبكم حين تخرجون أيها الحجاج من حجكم وقد غفرت ذنوبكم ورجعتهم كما ولدتكم أمهاتكم بلا ذنوب ولا أوزار قد بدلت سيئاتكم حسنات ورفعت درجاتكم في الجنات وفزتم برضوان الله وعفوه ومغفرته ولا بد أيها الإخوة في الله أن نعلم أن لهذا البيت المعظم ولحرم الله المكرم حرمته وقداسته فلا يسفك به دم وأن ذلك علامة على التقوى والإيمان قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد حذر المولى عز وجل من الإلحاد في الحرم ومن ارتكاب المعاصي والمحرمات والاستخفاف بحرمة هذا البلد الحرام حيث قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم وقد سماه الله عز وجل بالبلدة وقال في محكم التنزيل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريم الله لها وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى تفخيم شأنها الحرم الشريف وإجلال مكانه حيث خصه الله بإضافته إليه فقال رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وقوله الذي حرمها تشريف لها بعد تشريف وتعظيم إثر تعظيم ومكة المكرمة هي البلدة التي اختصها الله من بين سائر البلدان بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده وإشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن بيته ومهبط وحيه ووصف الله عز وجل دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه ووصف الله تعالى ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا ظالم مضاد لله عز وجل فهو تعالى وحده المستحق للعبادة دون من سواه لأنه هو من حرمها وأمن أهل مكة فيها وهذا كقوله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يوافق القرآن الكريم ويبينه من التحريم والتعظيم لبلد الله الحرام مكة المكرمة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بفيها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة والذنب محظور ومحرم في كل مكان صغيره وكبيره لكن هو في بلد الله الحرام أعظم وأكبر لحرمة المكان وأيضا حرمة الزمان فنحن في أشهر الحج وفي الأشهر الحرم قال الإمام بن القيم رحمه الله فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكدوا وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه ولله المثل الأعلى وأيضا فإن الله تعالى قد خص حرمه وكرمه بتحريم ليس لغيره فإن المكلف يأثم بمجرد إرادة الذنب فيه ولو لم يعمله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة عليهم رضوان الله قد توعد الله من أراد في الحرم عمل إلحاد وظلم أن يذيقه العذاب الأليم كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم وقد قال العلماء في ذلك الظلم في هذا الموضع هو كل معصية لله وذلك أن الله تعالى عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه وهذا العموم في الآية وهذا الوعيد في الآية لمن كان داخل الحرم أو خارجه كما أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل خارج الحرم لأنهم أرادوا تخريب البيت قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو في عدن أبياً يعني في أقصى اليمن لأذاقه الله من العذاب الأليم وقد روا هذا الأثر الإمام أحمد وأبو يعلى وقال الحافظ بن كثير إنه صحيح الإسناد على شرط البخاري وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وقال الإمام بن القيم رحمه الله من خواصه يعني الحرم أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها ومن هنا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة مثلها لكن سيئة الحرم كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها وقد ذكر العلماء في كتبهم في كتب السيرة والتواريخ والتفسير والحديث كثيرا من الحوادث التي وقعت وأنزل الله عليهم من العقوبات والعذاب الأليم ما هو مشهور مدون فيها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب وحسن الجوار لهذا الحرم الشريف وأن يجعلنا من المعظمين لحرمات الله وشعائره وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا فهي والله نعمة عظيمة امتن الله بها على ساكن الحرم الذي جعله الله عز وجل آمنا وقال تعالى ومن دخله كان آمنا وقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ولذلك فإن الله عز وجل أوجب علينا تعظيم هذا البيت تعظيم حرمته ولذلك يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالغش في المعاملات والخيانة في الأمانات والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله عز وجل على عباده في كل زمان ومكان فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم كما سبق قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم فإذا كان الله عز وجل قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك من سائر المعاصي ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشرك الجاهلية وقد بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه ومن أنواع الشرك كذلك الشرك الأصغر كالحلف بغير الله كالذين يحلفون بالنبي أو الكعبة أو الأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول بعضهم ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك فيجب الحذر من هذه الألفاظ ومن هذه المنكرات والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله لقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالكعبة فما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله من حلف بغير الله لقد كفر أو أشرك وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما رواه الشيخان في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا كما رواه أبو داود بعض الناس يحلف بالأمانة وعنده أنها أعظم من الحلف بالله وهذا لا شك الوعيد الشديد على من حلف بالأمانة أنه ليس منا وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأصغر والأكبر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عنا أفضل الجزاء فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأنذر ونصح لله ولعباده فعليه صلوات الله وسلامه عليه دائمين أبدين إلى يوم الدين أيها الإخوة في الله يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق على صحته فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي أن يمشي القهقراء لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه يعني أن يجعل وجهه على الكعبة ويمشي على خلفه ويسمى مشي القهقراء فهذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فتعظيم الحرم تعظيمه في القلوب وبالإكثار من الطاعات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وإذا انتهى الحاج من أداء مناسكه فإنها تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده يعني ليس لارتباط زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ولكن يجدها العبد أنها فرصة إذا وصل إلى مكة أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه الإمام مسلم وجاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا وهذا الحديث كما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث السابق أيضا رواه البخاري ومسلم رواه الإمام البخاري في كتاب الجمعة والإمام مسلم في الحج ورواه غيرهم من أصحاب السنن وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فإذا وصل الزائر إلى المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين يدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلاً السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود في المناسك وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين المرسلين وإمام المتقين السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم يسلموا على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في السائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وجاء أيضا أن منبره على حوضه صلى الله عليه وسلم أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر أن يحافظ على الصف الأول لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ومثل قول الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله رواه الإمام مسلم ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح رحمهم الله بل هو بدعة منكرة ولا يجوز لأحد أيضا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله عز وجل وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره ودين الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق أن هذين الشرطين هما شرط قبول العبادة وهي الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك لله سبحانه وتعالى فلا تطلب إلا منه كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا وإنما يقول العبد اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فواه الإمام مسلم وغيره وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاص به بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادعو الله لي ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله لأخيه ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهذانهما شرط الشفاعة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما جاء الشرع باستثنائه وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله عز وجل ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وهو أبو داود وإنما ذكرنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها بسبب كثرة من يشتبه عليه هذا الباب وبعضهم يدعو غير الله وإن هذا يدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله فنسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرع الله عز وجل وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لأن الله عز وجل نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم عز وجل على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أيها الإخوة في الله إن طول قيام المسلم عند زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام عليه هذا قد يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم ما يخالف الأدب الشرعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحر الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والنسائي بإسناد الحسن وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد كما ورد في الصحيحين وقد رأى علي بن الحسين زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أخرجه الحافظ أبو محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة وهو من أفضل الكتب في الأحاديث لأنه اشترط فيه كثيرا من الأحاديث الصحيحة وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع اليمين على الشمال فوق صدره أو تحته كهيئة المصل فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الزعماء لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض العلماء والأمر في ذلك جلي وواضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنكر هذا العمل وأشباهه وقال لن يصلح آخر هذه الأمة أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبوة ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه أما البعيد عن المدينة المنورة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد النبوي الشريف فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية وقد بلغ البلاغ المبين ودل الأمته على كل خير وحذرهم من كل شر كيف قد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبله صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء كما وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الإسناد بل بعضها موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالحافظ الدار القطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة وهذه بعض الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها أخي الحاج أخي المسلم وتحذر من الاغترار بها كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وحديث من زارني بعدما ماتي فكأنما زارني في حياتي وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة وأيضا قولهم من زار قبري وجبت له شفاعتي فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جهابذة الحفاظ من حفاظ الإسلام قال الحافظ ابن حجر في التلخيص في تلخيص الحبير بعدما ذكر أكثر الروايات طرقها كلها ضعيفة بل إن بعض العلماء قال بوضعها قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني أو قولهم من زارني بعدما ماتي فكأنما زارني في حياتي أو من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة أو من زار قبري وجبت له شفاعتي هذه الأحاديث كلها ضعيفة بل موضوعة كما سبق أن ذكر ذلك حفاظ الإسلام بل قال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك بشيخ الإسلام علما وحفظا واطلاعا ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق إلى العمل بها وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه الله لعباده وأنصحهم لله ولخلقه فلما لم يوقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث والله تعالى أعلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأن يجزي القائمين على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم خير الجزاء وأن يحفظ على هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين عقيدتها وقيادتها وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون من تسهيلات وخدمات متوافرة وأن يجعل ذلك في موازينهم الصالحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته